سؤال هام في كثير من هذه الأمثلة التي هي عبارة عن محاولة لتجاوز الحرفية النصية إلى شيء من الفهم المعنى نعم وذلك يسمونه اجتهاد المعنى نعم هنا كثيراً ما يقول طيب هذه حكم وليست علل وكيف يمكن أن تنتقل من كونها حكمة إلى كونها علة فهذا أمر إضافي من عندك وهنا يدخل الهوى ويدخل الذوق فكيف نميز أو كيف بيز بعض بقاء الإمامية أيضاً المعاصبين هذه المسألة وبنوا عليها التمييز الأساسي الذي يدعي العلالية يقول ماذا يفهم الناس من هذا التعليم إذا قلت لي لماذا أتيت إلى بيتي فقلت لك لكي أحدثك في الموضوع الفلاني ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا من جزء العلة؟ تفهم أن هذا هو العلة قاء يقولون ظاهر التعليم أحد الأهداف أحد الحكم لعل هناك أهداف أخرى لعله لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات إلى آخر لكلها تحتمل نعم لم يكن في مقام بيان من جميع الجهات هذا محفوظ نحن نتكلم عن أنه في مقام البيان يقولون لك الظاهر الأول من التعليل أن هذا الحكم بني على هذه الآن لما أنت تأتي تأخذ الفرضيات على الطريقة الأرسطية تقول احتمال هذه ومعها غيرها هذا الذي أدى إلى أن العلة المنصوصة لا تقبل بها مدرسة بغداد هذا كان واحد من الأشكالات عليه احتمال هذه وليست غيرها أنا أقول حتى لو كانت هذه جزء العلة ألا يعني ذلك زوال الحكم إذا زال جزء العلة لا أريد أن أعمم الحكم لكن أستطيع أن أنفي الحكم إذا زال جزء العلة يعني وبتعبير آخر هناك حيثية إثباتية للعلق التعليل اللي هو الفهم العرفي يفهم العرفي أن هذا الحكم بني على هذا وهناك حيثية إبطالية ما معنى إبطالية يعني أنت تستطيع تلغي الحكم إذا راح أتعلته يعني إذا قال لك إنما وضعنا الحدود للحد من الجريمة طيب ممكن يكون فيه أسباب أخرى لكن إذا الحد من الجريمة راح شو تسويه وهذا سبب أساسي من تلك أسباب فرعية يعني ممكن فإذا ذلك ينبغي أن تزول تلك أيضا شيخنا هناك أيضا أمثلة تطرح وهي كشكالات مثلا إذا فهمنا مثلا أن الحرام هو السكر والمسكر وليس خصوص الخمر فهنا مثلا ستكون نتيجة مختلفة قد تكون خلاف المسلمات أو الضرورة هذه كأمثلة لكن تدقيق لأنه حتى في الروايات تقول مقاليله هو مسكر ففي النصوص في النهاية لكن مثلا في صلاة القصر كيف يمكن استكشاف وهناك بعض الاجتهادات حاول تقول أن العلة هي التعب والنصب وبالتالي السفر بطائرة الآن لا يوجد تعبا طيب لو كانت المسافة أقل من 22 وظروف السفر كان فيها تعب جدا وكان يوم معرف مشمس إلى آخر هل توجب القصر هنا وبالتالي هذا يؤدي إلى الفوضى والاستحسان كيف يعني وأنت تقول العلة هي التعب فما في معيار واضح هنا هنا في عدة نقاط في السؤال الجميل هذا اللي طرحته أول نقطة هناك شيء بحسب فهم المتواضع أن الإمام أو النبي له أكثر من شخصية أكثر من دور وهذا شيء الآن تقريبا لكل صار يتفق عليه وإن كان في زمن معين كان محل نقاش يعني هذا فتحه الفاتح الطريق يعني عادة القرافي فتح طريق تنويع الشخصية النبوية وبعدين أخذ عنه آخرون وأخذ عنه الشهيد الأول وإلى أن وصلنا إلى زماننا هذا شخصية تبلغية شخصية ولائية مثلا حتى وصلت عند ابن عاشور إلى 12 شخصية للنبي فواحدة من الشخصيات التي أزعم أنها موجودة يقوم بها النبي ويقوم بها الإمام هي الشخصية الموضوعية سميتها أو الشخصية المزداقية يعني هي الشخصية التي تنظم تطبيق الحكم على أرض الواقع فبيجي الإمام يقول السفر 22 كم مثلا خوفا من أنه يصير في اضطراب وعدم موضوع عندنا سألون 22 هو حالة نوعية مسألة تنظيم قانونية مسألة تنظيم قانونية هذه حالة نوعية أخذوها بعين الاعتبار هذه نقطة فممكن أنا ما أقول في السفر هذا أقول ممكن في بعض الأشياء يكون دور الإمام فيها تنظيم في ذلك الزمان للمفهوم الحقيقي بحيث يستطيع الناس أن ينضبطوا ويحدث لديهم فوضى وتشوش في هذا الموضوع هذه النقطة نقطة ثانية لنفرض أنه ما كان فيه انضباط الفقه يعني بنية الفقه لا تمعني مثلا أقول الأغنية الحرامية الأغنية ليقولون الأغنية الحرامية الأغنية التي لحنها يناسب مجالس الطرب طيب ممكن أنت أغنية معينة إكس أغنية أنت تقول لي هادي تناسب أنا أقول لك لا أنا أراها لا تناسب اختلاف التشخيص أنت عندك حرام أنا عندي حلال اختلاف التشخيص هذا الكوب أنت تقول لي طاهر وأنت تبني على أنطا أنا أعتبره نجيس لا أشربه مثلا فاختلاف التشخيص أمر سائد في المجال الفقي ثالثا هناك شيء في أصول الفقه الإسلامي وهو شيء يعني فكرة مهمة جدا ما يسمى بالنوعي مقابل الشخصي يعني عندما أقول مثلا التعب هو معيار القصر في السفر مقصود التعب النوعي ما معنى مثل ما يقولون أحيانا الحرج مقصود منه الحرج نوعي في بعض الموارد لا الشخصي طبعا هذا يحتاج إلى دليل فما معنى النوعي يعني نجي إلى أهل الخبرى اليوم أي نوع من السفر يوجب لغالب الناس تعبا فيقولون الذي يوجب لغالب الناس تعبا مثلا أن يسير عشر ساعات في مسيرته سوى بالسيارة بالكذا إلى خير غالب الناس مثلا يتعبون فنقول نحدد عشر ساعات نقول للناس عشر ساعات هو الحالة النوعية وبالتالي ابنوا عليها مثلا أو المسافة الفلانية ابنوا عليها أو الوسيلة الفلانية ابنوا عليها هذا المقصود فقابلة للضبط أقول يعني إذا فلمنا من هذا النص أنه تقنين فقط وبالتالي لا نحتكم إلى نصيته 22 ليس لها موضوعية وإنما نحتكم إلى معيارية التعب النوعي وبالتالي ممكن في زماننا يختلف تطبيق هذه المعيارية إذا توصلها إلى نتيجة أن العلة التامة هي التعب يعني كيف نتوصل مثلا ممكن واحد يقول لك أنا أحاول فقط أطرح الفكرة مثلا ممكن واحد يقول لك عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الصوم في السفر وقال بأنه فعدة من أيام أخر ماذا أعقبها بقوله ماذا؟ قال يريد الله أن يخفف عنك تعبير يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن نفهم أن التخفيف في السفر من باب التيسين وأن عدم التخفيف من باب العسر فبيأخذ الفقيه إشارة إلى أن موضوع الإفطار في السفر الخصوصية فيه على ما يبدو من الإشارة القرآنية هي خصوصية تعب كانوا يتعبون مثلا رواية أخرى يقول له أن أذهب إلى النقطة الفلانية إذا ذهبت بمسير القافلة يعني الجمال فمثلا أنا مثلا تأخذ معي وقت كذا وإذا ذهبت بمسير الفرس يأخذ معي وقت كذا قال له إذا روحت بمسير الجمال قصر وإذا روحت بمسير بالفرس نفس النقطة يقول له أتم أو يسأله عن مثلا عرفة يقول السفر إلى عرفات مثلا فيه قصر أو لا يقول له أي سفر أشد منه قصر هذا يعتبره الذين يقولون بالتعب يعتبرونها إشارات علالية مقاصدية أو استقراء وجمع الشواهد والقرائن إلى أن القصة هي قصة التعب فإذا كانت القصة قصة التعب النوعي نذهب اليوم إلى محاولة لفهم ما هو التعب النوعي في عصرنا نعم وهذه نفس مسألة الاستقراء وجمع الشواهد والقرائن إلى الوصول إلى نتيجة معي يمسألة متعبة وأمثلتها ما مخيرة ولذلك تجد أصول الفقه الحنفي عندما يبحثون على طريقة الفقهاء تجد قدرة استقرائية هائلة يعني القاعدة حتى يأتون بها يأتون لك بمئة نموذج بمئة عينة مثلا من أطراف الفقهة